مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم محللون وصحف أجنبية يكشفون تفاصيل مترحة حول طلب بوتين من الرئيس بون والوسطى التاريخية التي ستقودها وعلاقات ذلك بالجزائر وكيف يحن الأمريكان لعلاقتهم مع الجزائر وهذا ما سيحدث بالتفصيل ومفاجآت بالجملة بداية الإعلام الأجنبي يعترف ويتحدث بصارح العبارة عن الدور الاستثنائي والمميز للجزائر أين قال محللون سياسي وكذا قنوات وصحب شهيرة من فرنسا وألمانيا وعدة دول أن بوتين سيطلب من الرئيس بون تحرك مع الفرنسيين وأيضا مع الأمريكان الذين يحنون إلى العلاقة مع الجزائر أين قالت ذات المصادر التي أكدت أن دول الغرب يعرفون جيدا أن هذا هو سيناريو بوتين خاصة إذا ما شاهدنا كيف يتعامل الآخر مع الجزائر وكيف يتق فيها ويتعامل معها ويرسل العديد من الوفود إليها كل أسبوع وأضفوا أنه يريد إيصال الرسالة للغرب مفادها أننا مستعدون دائما للمفاولات عبر الجزائر في إشارة واضحة يفهمها الأوروبيون والأمريكان لكن في ظل ضمنات بعد امتكرار سيناريو الاتحاد السوفيتي يسعى الروس إلى مهدنة الغرب بشكل غير مباشر عبر وسط الجزائر وهذا أيضا ذكرته قناة فرنس فانتكارد والرسالة المهمة أيضا في ظل لكل هذا هي أعلن الروس قبولهم وعدم انزعاجهم من قبول الجزائر طلبية شير الغاز التي تصلها من الدول الأوروبية بكميات ضخمة في ذل استغنائهم عن غاز الروس آخرهم إيطاليا التي تمكنت بنسبة كبيرة في التخلص من الغاز الروس بمساعدة الجزائر التي تبيعها كميات ضخمة وزلتها مؤخرا كذلك هناك اتفاقية جديدة تجمع الجزائر وألمانيا بخصوص الغاز ومع ذلك الروس تفهم موقف الجزائر واحترم سيادتها وأنه من حقها ولن تعترض على ذلك كما أن في القبول الروسي الرسالة مباشرة لدول الغرب والأمريكا أنها من الممكن أن تلجأ للهدن والوسط معهم من جهة أخرى الجزائر بدورها تتعامل مع الجميع وبحيات وتتفهم الموقف الروسي وتحافظ على العلاقة والاتفاقيات فالجزائر لم تخل بالاتفاقيات سابقة مع روسيا في مجالات لكن فدل حاجتها إلى الموارد المالية التي توفرها صديرة لاز من أموال طائلة تجنيها وتربحها الجزائر فالروس لا يريدون التصرف بطريقة راديقالية مع الجزائر بل العكس منحها المجال لتتقوى وهناك تنسيقا بين الجزائر والروسيا من خلال أوباكبراس كما أن هناك عقود طويلة المدى والجزائر مطالبة بالالتزام بها ولن يستعمل الغاز الجزائري لضرب المصالح الروسية فالجزائر تحافظ على الجميع وعلى مسافة واحدة متساوية مع الجميع فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم محلل وصحف أجنبية يكشفون إن كانت الجزائر ستلبي طلب بوتين أم العكس وكيف تتجاوزها بدكاء؟ بداية وبعد أن وجه الرئيس الروسي بوتين للرئيس بون دعوة لزيارة بلاده في أقرى فرصة ممكنة وأنه سيكون سعيد جدا بالزيارة واستضافته في الأراضي الروسية حال الأخبراء الدعوة وكذا إن كان الرئيس بون سيقبلها ويزوره أين قال محللون أن دعوة بوتين لتبون فيها إحراش شديد؟ خاصة في هذا التوقيت بالذات فدل الأزمة العالمية المجتعلة وغضب دول الغرب من بوتين ومقاطعتهم لروسيا وإن كانت هناك زيارة رسمية من تبون إلى الروسيا ليلتقي بوتين فيعني ذلك حسبت المحللين خروج الجزائر عن الحياد وهي التي التزمت بالحياد منذ بداية الأزمة متعاملة مع الجامع دون أغضاب أي طرف ودعوة بوتين لتبوف تسبب إحراجا للجزائر لأن الرئيس تبون من الواضح جدا أنه لن يلبها حسب ما ذكرت أيضا صحف أجنبية والتي قالت أن تبون سيتعامل معها بطريقة ملتوية لكي لا يحرج فيها بوتين من جهة ولا يرفض طلبه ومن جهة أخرى لكي لا يغضب دول الغرب ويحافظ على التوازن في التعامل مع كل أطراف بكل حياد ليستمر في الاستفادة من الأزمة الحاصلة قدر الإمكان وحسب القراءة المطروحة بهذا الخصوص والسيناريو المتوقع أن يحدث حسب المختصين من طرف الجزائر أول خطوة وقد حدثت بالفعل هي الاستقبال الحار من الجزائر بلافروف وزير خارجية بوتين لدي زار الجزائر مؤخرا وكذا رد الرئيس تبون على دعوة بوتين بطريقة مميزة عبر الإشارة بالعلاقات وتأكيد العمل المشارك مع ترك البن مفتوحا أمام كل توقعات أما المنتظر في قادم الأيام حسبهم طبعا أن لا يزور الرئيس بون روسيو وإنما يستبدل الزيارة بمحادثات هاتفية مع بوتين ولا يستبعد أن يرسل وفود رفاعة المستوى إليه مثل ما يفعل بوتين مؤخرا بإرسال عديد من الوفود للجزائر بجانب الشروع في تطبيق تعاون وتسهل الاتفاقيات التي درسها الرئيس بون مع الفروف عند زيارة الأخيرة وبعض الإجراءات الأخرى المشابهة لمتدر إجراءها يضيف ذات المحلل أن بكل هذا يكون الرئيس بون لم يحرج ولم يرفض دعوة بوتين ويحافظ على علاقاته معه على أكمل وجه وبالثقة المتبدلة وتقويتها ومن جهة أخرى يستمر في الحياد ويكسب موقف الغرب المتهافتين حاليا على شراء الغاز الجزائري لسد جزء من أزمتهم بعد بدأ تخليهم عن غاز الروس فما رأيكم في ذلك؟ وهل لكم رأي مخالف؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم صحف عالمية تكشف خط الجزائر القوية للدخول في قوة في المنافسة وكيف ترى بعض دول الغرب في الجزائر المنمون مقيدة لهم؟ وصحف توضح الفرصة الذهبية للجزائر بداية وفي إطار بح الدول الأوروبية بشكل عاجل عن بداء للغاز طبيع الوارد من روسيا تتجه الأنظار للجزائر التي يمكن أن تستغل الفرصة لتخليق فرصتها الذهبية في الوقت المناسب وهذا وفق وصف صحيفة بريطانية وهي Financial Times الزيادة صدرت إلى الحد الأقصى من طرف الجزائر والحصول حسبها على حصة أكبر من سوق طاقة في القارة العجوز فالعديد من الصحف الأجنبية صبت في نفس الرأي مجمع على أن الجزائر بشرت بالفعل في خطة استغلال الفرصة والاستفادة قدر الإمكان من هذا الاهتمام العالمي بها والأنظار الموجهة لها تحديداً الاهتمام من الغرب بموارد النفط والغاز من الجزائر اتزارت شخصيات بارز الجزائر مؤخراً بما في ذلك رئيس الوزراء الإيطالي ماريو درابي ووزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين وحتى الألمان الذين يدخلون الخط لمناقشة أمن الطاقة في ذلك سعي أوروبا لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتقول صحيفة فينانشال تايمز البريطانية إن هذا الاهتمام بالجزائر إلى جانب ارتفاع أسعار نفط والاز يمنح بعض الأرزيح للدول الواقعة في شمال إفريقيا التي عانت من نقص احتياطية العمولات لأنهم انتقدوا بشدة وألقوا باللوم كثيراً على شح الاستثمار الأجنبي في قطع الهيدروكابونات في الجزائر لأنه لو كانت هناك استثمارات كبيرة سابقة في الجزائر لستطاعت الجزائر سريعاً زيادة انتاجها بشكل كبير جداً فهي قادرة على الزيادة لكن الأمر يتطلب المزيد من الوقت وكان الأمر ليكون سهلاً لو لم تتحرك دول غرب متأخرة إلى الجزائر وقالت الصحيفة أن الجزائر تحتاج للمزيد من الوقت لزيادة حصتها في السوق الأوروبي مع الاكتشافات الأخيرة التي أعلنت عنها هذا وقال خبراء أن الجزائر لو أحسنت استغلال فرصة فستبلغ إنجازاً ضخماً يزيد من تقالها عالمياً لأن ورقة الغاز في الوقت الحالي لها أهمية كبيرة خاصة في دل أزمة الروس والغرب كما يقول خبراء أيضاً أن حسن استغلال فرصة ليس في إنتاج الغاز بكمية أكبر فقط بل حتى في حسن استغلال الأموال الضخمة التي ستجنيها الجزائر إن عرفت كيف تستثمرها بشكل جيد ستتضعف وسعط دفعة قوية للاقتصار الجزائري وتنوع مصادر الداخل لهذا فحتى توجيه العائدات مهم كثيراً كما أن الشيء الجيد والإيجابي هو أن الجزائر تفهم اتقلها وأهميتها في الوقت الحالي وتضع شروطاً أمام رفع قدرتها الإنتاجية وطلبات الإضافية مسبقة شروط العقود والاستثمار أمام المسنفسين على غازها وهي خطوة رائعة ستفيد للجزائر واقتصادها كثيراً لأن الجزائر بهذا وضعت الأولويات إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق